كده كل هؤلاء يشتمون يسبون يقطعون الطريق يختلون الابرياء هؤلاء خوانة هؤلاء بيتعاملوا مع الاجهزة الاستخباراتية الدولية ما في ذلك شك ما في ذلك شك النهاردة بعد الخطاب الرئيس قعدين ما عندهمش في حياتهم شغلهم الشاغل وظيفتهم الرئيسية الهجوم على عبدالفتاح السيسي وكل من يؤيد عبدالفتاح السيسي هذا هو شغلهم الشاغل خلق الشائعات ترويج الشائعات صناعة الشائعات هي شغلهم ليس لهم وظيفة اخرى اصبح علامهم الافتراضي هو وظيفتهم شغلهم باناملهم على وسائل التواصل الاجتماعي كالنساء لا انا ااسف للنساء كالنعاج النساء محترمات انا ااسف للنساء النساء المحترمات دمعة ام النهاردة شهيد نظرة ام شهيد حزاء ام شهيد بكل هؤلاء احترم المرأة واحترم السيدات هم كالنعاج هم كالفقران هؤلاء النهاردة بدأوا يشتموا بدأوا يتكلموا ياخدوا من كلام الراجل كل كلمة يقولها يبدأ يحاول يعمل عليها عملية هالة ويشتم من نحادي ويعمل هنا من نحادي كل ما جار في مصر احزنهم كل ما قالوا رئيس مصر احزنهم كل ما نقولوا الان بيحزنهم احنا قاعدين بيقر انا لو مطلعتش في شيء لاو حاجة يعملوه شغلين ليل ونهار بيقطع قص ولازم وانا قلت تاني بقول لهم كلهم بقول لهم تاني تاني بقول ان انتو بتشتغلوا زي ربنا ما قال في القرآن يبدلون الكلمة عن بعض مواضع او من بعض مواضع الاية يعني عشان ما غلطش شغلتهم بيقص ولازم لكن مهما يعمل ومهما يقلف عندنا معركة وعندنا بلد احنا مش شغلين اجرية عند اردغان مش شغلين بالقطع اشتركوا في القناة